وعايز اقول حاجة مهمة جدا 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 في الاطار ده بالله عليكم بلاش لما يجينا حد وحد فينا بيروح يبحث ويعمل ريسيرش على جوجل وبحب يقرأ في الامراض النفسية قوي بلاش يقع في سوق الظن هل ان انا افسر واحلل شخصية حده قدامي ده من سوق الظن نعم هل ده من الظلم نعم يعني ما يجيش انا اقول والله ده هو بتعامل معايا كده بتعالي وكأنه عنده برانون ايه ده ليه طيب ده وطول الوقت بيكلمني عن احتياجاته انا حاسة انه هو عايز كل حاجة تدور حواليه هو فهو شخص ناجسي بلاش الطريقة دي في التعامل مع الاشخاص بلاش اللي انت قريته تطبقه على الناس باعتبارهم مرضى الناس تحت الضغوط بيتصرفوا تصرفات ما بتكونش بتدل على الحكمة وعشان كده لما يجينا حد ما ينفعش ان احنا نطبق عليه اللي احنا قريناه لكن ينفع ببساطة خالص ان احنا نتعرف على شخصيته بشكل دقيق ومحترم احنا تكلمنا مع الشخص اللي هو متقدم ونصحناه اذا كان عنده مرض من امراض التي يصعب ان هو يتزوج يبقى الافضل ان هو يكمل علاجه قبل ما يروح يخطبه طب اذا كان من الاشياء التي يمكن التعايش معه قلنا يتكلم بصراحة مع اهل المخطوبة ومع مخطبته وكمان يروح يروح زيارة للطبيب بحيث انهم يتأكدوا وكمان يطمئنه ويكون بينهم اتفاق ان لو حصل وحصل تطور في الامر ده وهو يوعد كمان ان هو سيلتزم بالعلاج عشان ده يكون في امان شديد للزوجة وامان سديد لكمان لهذا الزواج كل الاجراءات اللي احنا قلناها دي اجراءات مهمة ولازم نمشي عليها وان شاء الله ربنا دايما يجعل بيننا القبول ويجعل كمان بيننا الراحة والسلامة ويجعل كل الزيجات مؤمنة بمدد الله سبحانه وتعالى وبنظره الينا باللطف والمودة والكرم يا رب اسعد كل اولادنا وجعلنا يا رب في سعادة وفي هنة وفي راحة وجعلهم يا ربنا كل ما نتكلم به مفتاح لابواب السعادة والهنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة